طيب نروح ليه كارلوانشلوتي كارلوانشلوتي قبل المباراة السيتي قال احنا خطتنا بكرة هي اللعب مباراة كاملة وتقديم افضل ما لدينا على المستوى البدني والتقني والتحفيزي وان المباراة مش هتكون حاسمة المباراة الحاسمة هتكون مباراة الاياب لكن عايزين ناخد الافضلية في مباراة الذهاب على مال عامل قال كمان ردا على السؤال حول كيفية اقاف الغول هالند قال هو خطير جدا وعنده جودة مبهرة في تسجيل الاهداف والحديث عن هالند يعني عدم الحديث عن فريق بالكامل يهاجم وردها افكار واحنا لن نقدم مباراة فقط لايقاف هالند ولكن لايقاف فريق يبدو انه غير قابل لايقاف ولكن اعتقد عندنا بعض الخيارات ونقدر نكسب هذه المواجهة قال كمان احنا بنصل هنا اليوم على مستوى نصف نهاية دورة ابطار ونحن في نفس مستوى الموسم الماضي ومن الصعب تحديد المستوى البدني ولكن ما نعتمد عليه هو الحافز اللي عندنا وقال ان تتويج بكأس ملك اسبانيا سيشكل دافع اضافي للفريق قبل مواجهة السيتي قال ان السيتي فريق كامل وفي الموسم الماضي كان عندهم مهاجم خطير جدا هو جابريل جيسوس ولكن مختلف تماما عن هالند ودلوقتي الافضلية في المباريات الطويلة وكان عندهم الافضلية في الكثير من المباريات وده مش هيعني ابدا تغيير طريقة لعبهم لانهم كانوا دايما فريق منظم دفاعين ويلعب كرة قدم جيدة قال احنا لو قدرنا ندافع بشكل جيد فالتعادل هيكون اسوأ نتيجة ولكن ده مش معناه ان احنا مش هنهاجم وقال خلونا ننسى اننا استقبلنا خمس اهداف من مانشستر سيتي في الموسم الماضي ولكن سجلنا ستة وانا عايز التوقيع او عايز اللي يحصل هذا الموسم يكون نفس الامر اللي حصل الموسم الماضي طيب توني كروس واحد من اهم العابة وسط الملعب في العالم كله قال حول سؤال حول مفاتيح الفوز بالنسبة لريال مديد قال ان احنا لازم نلعب بشكل جيد ونسجل اهداف وانه يكون عندنا جودة في الدفاع قدام فريق بيسجل 3 او 4 اهداف كل مباراة وان احنا لعبنا كتير من المباريات الصعبة اللي زايدات وهو واصل كلام على لسان توني كروس انه خبرات الفريق تقدر تسايل الامور بشكل جيد قال ان الموسم الحالي مشابه للماضي محدش كان متوقع ان احنا نفوز ونفعلها في النهاية ونقدر نعمل ده او نقرره في الموسم الحالي وقال ان فريق بيب جورديولا دايما او فرق بيب جورديولا بشكل عام دايما بتلعب كورة خاصة جدا ودايما عندهم تحسين كبير جدا في الاداء واحنا نقدر نواجههم وتحدث عن هالند وقال ان هالند لعب مختلف تماما نسجل حتى الان 51 هدف هذا الموسم انا اتوقع مواجهة فريق قوة جدا بشكل عام مش فقط هالند طيب برناندو سيلفا بقى النحل تانية لعب وسط السيتي قال ان احنا جدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد على كافة المستويات ولكن احنا ما بنخافش من ريال مدريد وما عندناش اي قلق من هذا الفريق وقال ان احنا لين خاف منهم احنا هنحاول نبقى على افضل مستوى في هذه المواجهة واحنا فعلا قدمنا اخر شهرين اداء جيد جدا وهنقدر نخش المباراة دي بثقة ونفوز عليهم قال كمان ان احنا عارفين ان هما هقاول فوز علينا في الموسم الماضي وكذبوا البطولة في النهاية لكن الامر ده ملوش علاقة بالشعار على القميس لكن باللعبين اللي قدوا مستوى كبير على ارض الملحب دي التصرحات مقابل هذه المواجهة طيب في المناسبة بيب جورديولا اشاد ايضا بريال مدريد كفريب الكامل لما سألوه على فينيسيوس جونيور قال لهم فينيسيوس لعب مهم جدا بس مش هو ريال مدريد كله ريال مدريد كله كمنظومة فريق جايد جدا واتحدث بشكل رائع جدا ايضا عن كله انشلوتي واتحدث انه هو مدرب كبير وعظيم